اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في القناة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم احبا نجارك معكم حلوية ديال الشام ومشيق على الحلويات لكن غنصيبوا الكنافة انا من عشاق حلوية ديال الشام فانما مشيت كنشري وحدة صغيرة واحدة صغيرة كتبعت 100 دراهم 9 دراهم 10 دراهم يعني كي يتحو غالين وما ضغية كيتكالو كتاكل واحد شوية ضغية كيمشي اخس كتزيد كتاكل واحدة كتاكل واحدة كتاكل واحدة كتاكل واحدة ومشيت 50 دراهم مهم كيلو 50 دراهم وتبارك الله كيلو فيها تبارك الله على الخير مهمة شي كتشوفوا في التبصل هنا احداكم هذا كشوية مهمة رابعة كنشتك الكنافة كنحلها مزيان لانك تكون ملاصقة بحلو ماشي ملاصقة عيدة تكون رقيقة بزفزفزفزفزف تحلوها بشوية وما تقطع مواله يعني كتكون ارق من الشعرية الصينية المهمة كنناخدها كنحلها مزيان وغادي ندير فيها زبدة مدوبة وغادي نملانجيها مع ذاك العجين ذاك الكنافة غادي نملانجيها مزيان ومن بعد غادي نحضر بها حاجة مالحة وحاجة حلوة ويمكن ديرها جانبا ندير فيها حطة طباسين هنا عندي الكروفيت القيمرون موسيقى لكي لا تقوم بشكل مستمر النجموقات لكي اضافة انطفزففزفزفزفزفزفزفزفزفو مع مليحة و البزار و سوف نخلط مع هذا كل حرومج مثلث او لا يمكن نديره كيف قلت لكم الجوبن الجوبن الماكيش او لا فاش كيري او لا كيري المهم اللي كين عندنا نديره سوف نأخذ الكونافه كيف نديرها كالطول و نشد صبعاتي الجوج و نبقى نلوي عليهم حل نغزل الصف المهم نديرها مزيان و لا يمكن نديرها ونضم لدينا فريخات سوف نديره الخالط اللي ادرنا الخالط ثم نديره و نستمره و نستمره حتى نكمل الخالط يمكن لكم نديره اي حاجه عندكم او كفتاء مهم اللي كينديره طون اللي كينديره اغسطتها في ملح وقالتها ثاني بعمل المهم الملحين يتحقون ورائعين يتمكنون على قمة نظام وبالاخل تقترب العجين ، غلقale والمحمر حيث يتحقون رائعين وبعض رؤيتهم يتحقون رائع جدا و المهم انا لم اضع الملح بوحده و عودة ندير الحلوب بوحده نستفتك الملحين هم اللولين و هذا سننزل الحلوه و هات الحلوه نديره نتاومه بحال بحال عجين نديره على الطول و نغزلها بين سباع ناجوج و تنشكله الشكل يعني العش و نقام مستمرين هكذا و ندير الكريمة المهم الكريمة اللي غادي تديره المهم انا درت هنا الحليب و انشا الحليب و انشا ميزينة و السكر المهم احتاجت عقد لينا درته كريمة و نحطه فوق منه هو اللول عادة ندير فوق منه درت هنا اللويزات درت اللوز و درت كاوكاو و درت الزبيب ندير ذلك اللي عندكم و نقول لكم و نحطه فوق منه مهم بذلك الشياء اللي عندكم او لينو او لديو كريمة او ل يعني او ل اي كريمة حبيته او لديوها يجب أن ندخل كل شيء للفران يجب أن تردوا البال يجب أن تحمروا و يجب أن تحرقوا يجب أن تحرقوا و يجب أن نسقيهم يجب أن نسقيهم فقط شعر القبيض وبهمدار ملح وتصل Salah يجب أن نسقيهم التي نسقيهم أولا يجب أن نتعابir حلوة جميلة الآن أدرت أنها غيشة شوية شوية يعني معلقة كندير معلقة صغيرة بصافة إلا تسقاوا بصافة كانت تكونوا تقالوا و تكونوا حلوية بصافة مال أحسن يدار فيهم غيشة شوية أو معلقة صغيرة أو لقاع بلاش لأنهم ديجة تكونوا حلوية من ذاك الكريمة لدينا و من الأحسن يتسقاوا شوية شوية و صافة مهمة دعون لكم فالي درنا تعشيش ديال الويزات يجيوا وبنان ودرناهم ملحين ودرناهم حلوين كيف نقلت لكم جربوهم يجيوا رائعين ويمكن لكم تقدموهم كمقبلات أو كدسير ما نقل لكم ما نقل لكم و ما تكونوا خفاف و ما يشبه لأنك تكونوا واحدة و عادي تزيدوا واحدة أخرى لكن ما داق ما نقول لكم ما داقة رائع و هذا هو الفيديو الذي يومالك و نعفه و نتمنى تعجبكم و مهم إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة و الضغط على زر الجرس باش يوصلكم بكل جديد ترجمة نانسي قنقر